أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب الشيخ عبدالواحد القبلي إن أبناء مأرب بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية يقفون اليوم صفا واحدا أكثر من أي وقت مضى في معركة الدفاع عن الوطن في وجه المشروع الإيراني الفارسي ومليشياته الحوثية وقال الشيخ القبلي نطمئن الجميع بأنه لا خوف على مأرب فرجالها من أبناء المحافظات واليمن عموما يمثلون الدرع الحصيل لمأرب ولليمن والمنطقة بأكملها في وجه المد الفارسي الذي يمثل خطرا على اليمن وعلى دول الجوار وأوضح القبلي إن مأرب اليوم تحتشد على قلب رجل واحد وكما تحطم حلم الميليشي الإرهابية على أسوارها في 2015 سيتحطم اليوم مجددا وإلى الأبد وأكد الشيخ القبلي إن مأرب ستنتصر وسيكون نصرها لكل اليمن ولا مكان للميليشيا على هذه الأرض فمأرب دائما تقف إلى جانب الدولة ومؤسساتها وإلى جانب المشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين الذي عبرت عنه مخرجات الحوار الوطني وأكد الشيخ القبلي إن مصلحة مأرب واليمن هي في الانتصار على ميليشيا الإرهاب الحوثية وبزوالها سيجد اليمنيون طريقهم لحل مشاكلهم وتحقيق مصالحهم في ظل يمن يحتضن جميع أبنائه ترجمة نانسي قنقر